تتوقع ايه من استخدامك للمانوكسدين؟ ليه في بعض الناس بتقول ان المانوكسدين ده اقوى محفز نموه للشعر استخدموه فيه ناس ثانية بتقول ان هو ملقاش منه اي نتيجة وبتدير مي في الزبالة في الفيديو ده هكلمك عن التوقعات الحقيقية لاستخدامك للمانوكسدين وانت المفروض تتوقع ايه من استخدامه عشان يكون تجربتك معاه ايجابية ما تكونش من الاشخاص اللي تجربتك سلبية مع الدواء وتقوم رميه وتبتدي تكون من الناس اللي بتقرأ المانوكسدين وتبتدي تدور على بدايل وتخش كده في ركن مش حلوه خالص لعلاج الصلع الوراسي اول حاجة المانوكسدين يعتبر من الادوية اللي واخدى تصريح بتركيز 2% و500 لعلاج الصلع الوراسي وفيه تركزات اعلى لحد 15% موجودة في السوق وفيه حتى ناس بدأت تستخدم المانوكسدين بصورة فمويه راس بسبب بعد دراسات اللي بتبين ان استخدامه كراس افضل من استخدامه بصورة موضعية اين يكن الطريقة اللي المنوكسوديل بيشتغل فيها فانت لازم تفهم ان المنوكسوديل مش حل لعلاج الصلع الوراسي المنوكسوديل هو مجرد محفز نموه للشعر ما بيواجهش السبب الرئيسي لحدوث الصلع وهو هيرموني ديتش تي اللي لازم تواجهه بادوية تانية عشان توقف عملية تصغير المصيلة وعملية الصلع وتحافظ على شعرك اطول فترة ممكن على الرغم من كده في ناس كتيرة وفي دا كاترة كتيرة تستخدم المنوكسوديل كعلاج وحيد للصلع الوراسي وده شايف ان هي حاجة غلط ج strong وده بسبب ان الدراسات اللي كان بتبص على استخدام المنوكسوديل كعلاج وحيد على فترة زمنية طويلة فانت بتلاحظ ان في الاسابيع الاولية من استخدام المنوكسوديل لحد مثلا الاسبوع اللي اتنين واتلاثين فانت بتلاقي نتيجة جبارة من المنوكسوديل وبعدها النتيجة بتبتدي تقل بصورة تدريجية وتلاحظ ان النتائج المينوكسوديل اختفت ده مش بسبب ان المينوكسوديل معاد شغال او بقى مية لا الفكرة كلها ان انت ما وجهتش السبب الرئيسي لحدوث الصلع والمينوكسوديل ما ينفعش على مدى طويل لوحد طب المينوكسوديل بيتم الماركت ليه على السين هو هير ري جروس يعني ايه كلمة هير ري جروس؟ هل معناه ان هو هيزود كسفة الشعر؟ هيزود سمك الشعر؟ هيزود عدد الشعر؟ هيزود الشعر مثلا من الفيلس اللي هو الشعر الزغبي لشعر تيرمينل طويل اسود يعني ايه بالزبط كلمة هير ري جروس؟ فالاستجابة للمينوكسوديل احنا ممكن نقول ان هي بتنقسم الوركنين اول حاجة ان انت اصلا عندك ري سبونس ريت ليه وتاني حاجة ان انت عندك ري جروس ريت ليه الري سبونس ريت ده معناه ان انت لو جيت وقسمت نفسك شخصين شخص قرر يستخدم المينوكسوديل والشخص التاني قرر انه ما يستخدموش بعد فترة هتلاقي ان انت لو انت قررت تستخدم مينوكسوديل ان شعرك افضل ده الريسبونس ريت بتاعك والمينوكسوديل ليه الريسبونس ريت حوالي 40-60% من الاشخاص اللي بيستخدموه مش نسبة كبيرة يعني ما هيش 100% يعني 40-60% من الاشخاص اللي بيستخدموا مينوكسوديل هيلاقوا نتيجة احسن من هم لو ما استخدموهوش والسبب وراء الموضوع ده هقوله بعد فترة تاني حاجة الريجروس ريت قد ايه المينوكسوديل زاود لك سمك الشعرية او زاود لك عدد الشعر دي تعتبر الريجروس ريت بتاعت المينوكسوديل طب ليه مثلا الريسبونس ريت او الريجروس ريت بتاعت المينوكسوديل ما هيش عالية ليه مش مية في المهم الاشخاص اللي بيستخدموه بيلو نتيجة منه ده بينقسم لكذا نوع اول حاجة الجندر بتاعك هل انت ذكر ولا انسى تاني حاجة مده تقدم الصالع الوراسي بتاعك هل انت نروض سبعة بلاطة ما عندكش غير المنطقة المنحة ولا انت لسه شخص في مقتبل الحياة ولسه نروض واحد او نروض اتنين وعندك تراجع بسيط او خفة بسيطة في الشعر تالت حاجة او الاختلافات الجينية في انزيم اسمه الصالت اي وان الصالت اي وان ده اللي بيحدد مدى استجابتك للمينوكسوديل وبيحدد مدى وجود انزيم اسمه في مصلة الشعر ومدى تحويل المينوكسوديل للصيغة النشطة اللي هي المينوكسوديل صالفيت لان زي ما احنا عارفين ان المينوكسوديل مش هو اللي بيعمل كل الشو بتاعه لا ده الميتابوليزم بتاعه او المركب اللي بينتج منه اللي هو المينوكسوديل صالفيت هو المسؤول عن نموه الشعر فانت اصلا عندك الانزيم او كمية كافية من الانزيم اللي بتحاول المينوكسوديل للصيغة النشطة ولا لا آآ رابع حاجة مثلا ممكن تأثر في نتاج المينوكسيديل انت بتستخدم اني تركيز وبتستخدمه بصورة فما هو الا بصورة موضوعية هل انت ملتزم بالسكتجول بتاعك ولا لا لان انا بلاحظ ان في ناس وبالذات بعد فترة ما بيستخدم المينوكسيديل معادش بيستخدمه بصورة منتظمة بقى بيستخدمه يوم او يومين لا بقى مثلا بيستخدمه بصورة خاطئة بيعود يرشه كده باهماله خلاص ويبتدي يدعكه يعني هو كده ما وصلش الدهو بصورة صحيحة وده غالبا بيكون في الناس اللي استخدمت المينوكسيديل اكتر من سنة لان هو بيبتدي يزهق يقول لك انا مكسل استخدمه النهاردة مش هستخدمه واخر حاجة واهم حاجة هل انت دمج اصلا المينوكسيديل مع حاجات تانية ولا لا انت ممكن المينوكسيديل يكون افضل حاجات تستخدمها لو انت دمجت معها حاجات زي وحاجات زي وحاجات زي اللي بترفع من نشاط انزيم واللي بتواجه هيرموني واللي بتحسن من نتيجة المينوكسيديل فهل انت بتستخدم الحاجات دي مع المينوكسيديل ولا انت بتعتمد عليه وشوية فيتامينز وخلاص لان ده برضو هيحدد النتيجة بتاعتك من المينوكسيديل عامل ايه فلو انت شخص بتستخدم المينوكسيديل او بقى لك فترة بتستخدم المينوكسيديل ومش لقى منه نتيجة فانا شايف ان انت تقيم فعلا الوضع اللي انت فيه هل انت بتستخدم حاجة تواجه هل انت فعلا بتحط المنوكسيديل بصورة صحيحة وبتركيز مناسب ليك? هل انت المفروض او تنتخل للمنوكسيديل الفامة ولا لا? هل انت فعلا بتقيم نتائج بصورة صحيحة ومصور مسلا نفسك قبل الاستخدام قبل كويسة جدا وبعد كويس عشان فعلا تحكم هل في نتيجة ولا لا? ولا انت بتعتمد على انك تمص في المراية واللي اعتماد على البص في المراية مش افضل حاجة لان في ناس كتيرة ممكن يقول لك انا ما جالش اي نتيجة من المنوكسيديل مع انه لو بص على شعره من زواية تانية هيلاقي ان فعلا فيه او في نتيجة محترمة من المنوكسيديل ولازمان برضه تاخد في الاعتبار ان نتائج المنوكسيديل مش دايما لوحده منفعش انت اتمد على المنوكسيديل لوحده لعلاج الصالع الوراثي ولازمان برضه تفهم ان مش كل الناس بتستجيب لي المنوكسيديل ولو انت ما استجبتش للمنوكسيديل دور على طريقة ازاي تزود من فعاليته سواء ان انت تضيف الدرما رولر او كريم تريتينوين او حتى ان انت تسويتش للمينوكسيديل الفمر وبس كده هتمنى الفيديو يكون عجبك لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات واكتب لي تحت تجربتك مع المينوكسيديل سواء ايجابية او سلبية ولو انا قدر افيدك في حاجة تحسن لك النتيجة بتاعتك او حتى هقدر حاجة زي دي وبس كده هشوفكم في الفيديوهات الجاية